جديد على أراضي المزارعين شمال قرية ياسوف عشرات الأشجار تم قطعها وتكسير أغصانها بشكل همجي وذي طابع عدواني يحمل بصمات غلات المستوطنين اليوم نحن موجودين في منطقة واد ياسوف يعني هناك اعتداء جديد واعتداءات المستوطنين المستمرة على بلدة ياسوف من جميع الجهات يعني دائما بيقوموا باستهداف شجرة الزيتون المباركة هذه الشجرة اللي جذورها في الأرض وغصونها في السماء هي المستهدفة كونها تحمل الهوية الفلسطينية آخر اعتداء تم اليوم تم تكسير ما يقارب عشرات أشجار الزيتون في منطقة الواد ومن رغم ذلك كما تشاهد أخي جميع المزارعين في هذه المنطقة يد واحدة متكافلين أراضي وادي ياسوف كانت هدفا لاعتداءات المستوطنين على مدار الأشهر الماضية وما جرى اليوم ما هو الاستمرار لنهج الإرهاب الذي يرافقهم أينما تواجدوا واحد يستنى من الفترة للفترة تأمنوا يأخذ هذه الزيتات ويستغلهم ويعمل دخل للدار ويصرف على العيال مرة واحدة هذولا بيجوا بكتشسروا الزيتون ويحطموه ونحن عارفين اللقطة وفي عندهم زيتون حواليهم مش عارفين نصيلوا من مرة وكمان أخرى في إنا في المناطق هذيك أخرى هذيك اليوم نزلوا علينا وحوونا من هناك واحد والله ما عارف شو بدي يسويه تتواصل اعتداءات الاحتلالة ومستوطنين بشكل منظم على أراض المزارعين وأسجارهم التي أصبحت هدفا أول لهم والغاية زيادة مساحة المصادرة والاستيطان البقاء هنا لا يقبل القسمة على إثنين البقاء ليس للأقوى فصاحب الأرض يفرض وجوده بالقوة عليها من قرية ياسوف محمد اشتي تلفزيون فلسطين